يشهد حي ثلاثمائة مسكن في المدينة الجديدة أضرار تحديات شديدة تؤثر على نوعية الحياة للسكان حيث يشكل المكب العشوائي المكدس بمخلفات البناء المنتشرة في المنطقة مخاوف السكان بشأن الآثار الصحية والبصرية نحن هنا كي جينا نبنو الجامعة صارفين عليهم نجيوا بناء المناء على الساكنة حوالي 42 مليون باش قد ننهيوا بلاساوين نبنو مسجد دول كان مسجد عموحات بالقمامة أوساخ القمامات محيطة من كل جانب لا إلهي الله محمد رسول الله نحن يا كلانا الأوساخ هنا يا عبي بيت ربي بيت ربي رحم ديرين قدام هذا الوساخ العقرب هنا لها دائرة الشعر شتى العقرب دا العقرب قدام ينتبو السكان قلق إضافي بسبب زيادة ظاهرة الكلاب الضالة التي تتجول في هذا المكب وهو ما يجعل السكان يعيشون تحت حالة من عدم الأمان هنا حي جديد وحدنا حي جديد وراء زي متى من مستفى عندنا الكبير وهذا المرمب لهذا رأي قاعد لنا هنا رأي جينا مسكي كبير وراء كان يفوين يزي واحد وإن يحتاج باش يجي الظروف اللي ولا حزرها ما يقدرش يجيب الكلاب اللي رأي تلقى هم يعني مؤمن في هذا الظروف في لها دائرة هنا يا نحن قلنا سيلوالي رأي عوالي اللي إن شاء الله في أقرب الأجال يجمع كل مؤسسات والإدارات والمقاولين باش نجول حملات تطوعية كبيرة للنفايات العمينة وراء هذا الحملة إن شاء الله اللي لقينا هيكب هذه النفايات باش كفايج إرها العقوبة نتاعه ورفع إرفد عشر وايجات وإن شاء الله غادي نجل رقم خاص اللي يلقى كاب يقول لي مؤسسات تليفونينا ويجعطينا رقم نتاعه تبقى له القوالين مع استمرار تفاعل السكان وترقبهم للتطورات يظل حي ثلاثمائة مسكن بالمدينة الجديدة يأمل في مستقبل أفضل وضمان بيئة نظيفة وصحية للمجتمع ترجمة نانسي قنقر